ما هي الإشكاليات؟ كيف تحاربون هذه الشائعات؟ كفريق، إعلامي، طبي، الوزارة الصحة، صدمتوا بهذه الشائعة الأغرب يقول لها كان الحمد لله والشكر الموجة الأولى والثانية والتي في ذروة الفيروس هو المساربية عبرت هذا شو راح أقدر قناها؟ أكيد التثقيف الصحي نشر التوعية لطبعاً وزارة الصحة منذ بداية حملة التلقيح لحد اليوم هذه ما بطلت التوعية والفرق الصحية أكيد وسائل الإعلام كان أيضاً إلها دور كبير بتوعية المواطنين وحثهم على أخذ اللقاح نحن الفترة الماضية كنا نعاني منها أنه قليل ما يجي أشخاص يتلقى اللقاح لكن اليوم نحن عندنا زيادة كبيرة زيادة أعداد الملقحين كبيرة جداً حتى تم زيادة أيضاً الكميات الجرع اللقاح اللي تتصل أسبوعياً يعني إحنا من لقاح سواء فازر أو أسرازينيك أو سانوفار دي يصير عليها طلب كثير هذه الفترة أظلهم مين؟ جميعهم نفس صار لغط وشائعات بنوعية اللقاح شون السبب يعني؟ أنا بس أريد أن نوضح لمشاهد الكريم اليوم هم نعتبرها حلقة تثقيفية ونوعي المشاهد الكريم حتى من دخل بحراجات لأن بدأ الوضع مختلف إذا كان تثقيفي أو إعلامي لم نستطع بأن نزيد العدد لكن صارت إجراءات أخذتوا بغير طريق مثلاً يطلع حوية الأحوال إذا ما ملقح ما يدخل في الأمكان إذا ما ملقح ما يسافر إذا ما ملقح أكو جراءات بعد رح تكون؟ لا إحنا إذا حتنا عن اللقاحات طبعاً لقاحات سواء كان فازر أو أسترازينكا أو سانافار مصيني جميعها هي تمنع من خطر الوفاة وتقلل من شدة الإصابة وأيضاً المضاعفات أو حتى الدخول إلى المستشفيات إحنا كملقحين إذا حسبناها أنه وصلنا إلى نسبة واحد بالألف من أعداد الملقحين اللي يدخلون المستشفيات وبعراض خفيفة جداً يعني حتى مو عراض قوية هذه من الملقحين فبالتالي الزيادة الكبيرة الحاصلة بأعداد الملقحين بأي نوع من اللقاح؟ وأن اختلفت النسب هي جميعها تقي من خطر الوفاة تقلل شدة الإصابة وأيضاً تشتغل على السلالات المتحورة نحن نقول هي تحمي بالتأكيد تحمي نسبة الإصابة أو شدة الإصابة نعم تقلل من شدة الإصابة وأيضاً المضاعفات لأن صار لغة وكذلك صارت شائعة يعني أنا أخذ اللقاح مرتي وصار بيه يعني ميمنة يصاب أكيد ميمنة يصاب لكن بشدة أقل أقل بأعراض خفيفة جداً وإحنا دللاحظ حتى شخص الملقح إذا أنصاب تكون بالكاد تظهر عليه أعراض حتى بهم اللي ما تظهر عليهم أي أعراض طيب ما هي أجراءاتكم؟ زيادة المنافذ التلقيحية يعني أنا حسب ما فهمنا وعلنها في السابق بأنه كان هناك منافذ أخرى كذلك حتى مناطق التسوق أصبحت في المولات نعم هي زادت المنافذ التلقيحية يعني قبل كان عدنا 660 بداية حملة اللقاح الآن أصبحت عدنا أكثر من 1300 منفذ تلقيحي في العراق؟ نعم في جميع المحافظات في جميع المحافظات وطبعا بالتأكيد من ضمنها أقليم كردستان وتم زيادة هذه المنافذ التلقيحية شملت أيضا المناطق السكانية اللي تكتط بها عداد السكان الكثيرة عدنا حملات تلقيحية ميدانية فرق جوالة أيضا كذلك تم تلقيح المؤسسات سواء الحكومية أو غير حكومية الهيئات التدريسية أيضا شملت المنافذ فتح منافذ جديدة في المولات التجارية اللي من ضمنها مول بابلون أو مول بغداد مول المنصور هذه أيضا بيها منافذ تلقيحية حتى الخروج من المألوف احنا نقول الروتين يصير أكوفد بس المولات اللي بالكرخ اللي اشما هو كوب الرصاب لا أكيد أيضا كذلك همين مولات أخرى نعم موجودة منافذ تلقيحية يعني احنا الغرض منه حتى نزيد عدد أكبر ممكن من المواطنين تلقيحهم وأيضا نشجع المواطن على أخذ اللقاح لأنه هو مهم جدا خصوصا احنا اليوم اشتازين ذروة الموجة الثالثة أو خرجنا منها لكن بالتأكيد يعني في حال رابعة في حال إذا ما كان العدد كافي واصلين إلى نصف الملقحين إذا زادت الأعداد الملقحين حتى وإن دخلنا بموجة جديدة رح يكون تأثيرها أقل من الموجة الحالية لكن هم وصلين لهذه اللحظة مواصفين إلى نصف المجتمع نصف الشعب نتأمل احنا بالفترة المقبلة نزيد عدد التلقيح أيضا رح تصل وجبات كبيرة من لقاح فيزر أو حتى من مرفق كوفاكس في بداية الشهر العاشر هذه رح تزيد طبعا أيضا التجهيز الأسبوعي للقاح فيزر رح يزيد عن الفترة الحالية ما يقارب أكثر من مليون جرعة من لقاح فيزر رح يوصل أسبوعيا طبعا